كما التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة نايجر بكاري سنجاري على أهم شيء أعمال الجماعية العامة للأمم المتحدة تناول الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا حيث أكد الوزير عبد العاطي استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وتناول محددات الموقف المصري التي ترتكز على احترام السيادة الكاملة لدول غرب أفريقيا وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية ودعم جهود الحكومات الوطنية في السيطرة على كافة أراضيها والتصدي للجماعات الإرهابية